طيب دكتور ساعت بنسمع أو بنقول كلمة قلبي بيوجعني لما بيحصل مثلا توطر أو بيحصل أن الواحد بيعادي بظروف صعبة أو حاجة وجعيته أو فقدين إنسان غالي أو عزيز عليه هل كلمة قلبي بتوجعني أو قلبي بيوجعني ده بيكون فعلا بيحصل أن القلب بيوجع ولا ده بيكون إحساس مثلا نفسي فهو بيقول عليه كده فكرتيني بلقاء مع البروفيسير طبعا كتور مجدي عقوب قال كده حرفين يعني سألوه نفس السؤال ده قال لهم أيوة الحزن بيؤثر على القلب بمشاعر سلبية سماها بروكن هارت أو متلازمة القلب المقصور إن كسرة الحزن بتضعف عضلة القلب وبتأثر لأن ده بتتحول إلى شحنات داخلية وبالتالي بتأثر على عضلة القلب وقال كده حرفين واللقاء موجود حتى والناس كتير شافوه موجود على اليوتيوب قال إن بيبقى الخطورة هنا إن ممكن لما القلب بيبتدي يضعف قوي الخطورة إن ممكن فعلا الإنسان ده يموت قالها كده وده دكتور مجد يعقوب طبعا حتى بيسألوه وممكن القلب بعد كده يرجع تاني ويبقى أقوى ويرجع لحالته الطبيعية قال لهم أيوة بس يا الخطورة إن في الوقت ده ممكن فعلا ففكرة إن أنا قلبي وجعني طبعا ده بيبقى إحساس فعلا صادق وحقيقي من الإنسان اللي بيشتكي يمكن إحنا ما بنفهمش يعني إيه قلبه واجعه أو إيه أو بناخدها كلمة كده لكن هي فعلا بتكون حقيقة وفعلا بيتأثر بيها حتى أعضاءه كمان مش بس القلب يعني لما الإنسان بيتعب قوي وبيبتدي يبقى عنده مشاعر من الاكتئاب ومن التوتر ومن القلق بتحصل له مشاكل يعني مثلا خلينا نتكلم عن القولون العصبي مشاكل كتير في المعدة فكل الحاجات دي أكيد بتأثر علينا على المستوى الفيزيكال أو الجسدي أيضا وبالتالي بتترجم في صورة أمراض منها توصل فعلا زي ما احنا بنقول النهاردة أن ممكن حياة الإنسان كلها تنتهي في لحظة منها الزعب طبعا للأسف